مازالت تلعفر في شمال العراق القريبة من الحدود مع سوريا وتركيا محور المعارك التي تخوضها القوات العراقية ضد المسلحين ولليوم الثالث على التوالي تواصل هذه القوات عملياتها هناك وقد أوضح قائم مقام قداء تلعفر عبد العال عباس أن هذه القوات تلقت تعزيزات جديدة لمواصلة القتال وفيما المعارك على أوجها في تلعفر تمكنت القوات العراقية إثر اشتباكات متقطعة بينها وبين المسلحين من فرض سيطرتها الكاملة على مصفات بيجي في هذا الوقت نقل التلفزيون العراقي عن رئيس الوزراء نوري المالكي أنه سيعطي المتطوعين الذين يقاتلون في المناطق الساخنة ما يعادل 644 دولارا شهريا المالكي أمر كذلك بنقل الضباط المحالين إلى دائرة المحاربين على أن يتم تقييم أدائهم لمدة ثلاثة أشهر من قبل آمريهم وغدت إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي يواصل مشاوراته حول كيفية التعامل مع تقدم الجهاديين السنة في العراق كشف وزير خارجيته جان كاري في مقابلة مع شبكة أم بي سي أن الأمر لا يتعلق بمساندة المالك بل بالعراق المملكة العربية السعودية نصحت على لسان وزير خارجيتها سعود الفيصل المالكي بألا يعارض السعودية ورد على اتهام المملكة بدعمها المتشددين السنة بالقول إن بلاده عانت من الإرهاب خصوصا من تنظيم داعش